بسم الله الرحمن الرحيم ويا السعين كامل دلوتي مع بعض الدرس رقم 6 وهو بعنوان continuous footing من دروس دورة التصميم الاحترافية باستخدام برنامج Autodesk Robot Structure Analysis عدد مهندسة ايمان محمد انديل زي بناخد كل مرة نبزع عن صاحب العمل الاسم ايمان محمد محمد انديل السنة 23 عام مهل بكوس هندسة مدني جامعة المنصورة مصر مشروع تصميم انشاءات الخرصانية تأدير جاد جدا دراسات العليا مجيستر هندسة انشاءة جامعة المنصورة سنة تخرب 2008 برامة خبرة كافية في التعمل مع استاد ساب سايف اي تاب سوي روبوت وتكلا وي لاند هخش دلوقتي على درس السادس وهو عنوان continuous footing زي ما حين شايفين ده شكل ترفزويدل combined footing وده شكل rectangular combined footing دي اشكال combined footing اللي ممكن نلاقيها ده شكل توزيع الحاملة على combined footing زي ما حين شايفين دي الستريب بتاعت القلم وده ستريب بتاعت القلم وده شكل cracks نتيجة الستريس بتاعت soil pressure وده شكل التسليح الرئيسي وده شكل التسليح الرئيسي لو قلبنا الرسمة دي تتديني رسمة الفلات slab نقدر نحصل من الكلام ده ان دي ممكن تبقى column strip وده الفيلد strip اللي موجودة عندنا في الفلات slab يبقى تصميم combined footing وما هو الا عكس تصميم الفلات slab طيب امتى البلان كونكريت تخش معنا في الاعتبار لو السيكنس بتاعتها من 30 سنتي الى 60 سنتي امتى متخش معنا في الاعتبار لو السيكنس من 10 الى 15 سنتي بعد كده هنخش على ده شكل التسليح بتاعة combined footing ده الستاندر زي ما حين شايفين ده التسليح السفلي ده التسليح العلوي وده الشوكة بتاعت cantilever باقيه ده شكل القطاع لو خدنا cross section هنا وهنا عندي A وعندي B ده شكل التسليح عند cross section A وعند cross section B دي نبزة مختصرة عن الاساسات continuous او combined footing هنشوف الكلام ده بنفزه ازاي على البرنامج هنقول له new project ونختار المرة دي continuous footing وهنبدأ نعمل موديل جديد للأواعد combined وهنشوف ازاي اللي احنا بننفز الموديل ده وازاي ان احنا مطلع reaction ونصمم القعدة ونحصل على التسليح اللازم ليه يب fascان 지난 consecutive ساي عشرب ساي 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 ساي